السلام عليكم من بعد ما نسحب السودان والكاميرا من الشان هذه المرة جاءت دور للمغرب تقبونا فلاشين ونبدأوا على بركة الله الاجتماع الرئيس للاتحاد المغربي لكرة القادم فوز القجاع بأعضاء المكتب التنفيذي المغرب كي هدد الانسحاب من الشان بجزائر إذا مقبلوش الطلبات ديالهم 27 ديسمبر 2022 الاتحاد المغربي يهدد الانسحاب من بطولات كأسهم من الفريقية من المنتخبات المحليين المقرر اللي تكون في جزائر وبالضبط في مدينة قسنطينا واللي غادي تكون ما بين 13 يناير 2023 حتى 4 فبراير وهذا خلال هذا الاجتماع الرسمي اللي كالهشية النهار الثلاث وبالضبط في العاصمة المغربية الريبط وكالحضر ديال الرئيس الجامعة فوزي القجاع وأبرز قرار اتخذته الجامعة المغربية لكورة القادم هو الصفر ديال بعتد المنتخب المغربي المحلي المدينة القسنطينية الجزائرية اللي غايتلاحبوا في هالمبارايات تكون طيارة في خط واحد يعني من ربط ديالك المدينة القسنطينية ما يوقفوش او لا يضربوه دورة لتونس هادي يكملو والجامعة المغربية رسلت الاتحاد الافريقي لكورة القادم بخصوص الاحترام البنوط ضفاتر تحمولت الاستضافة بطولة الافريقية وزاد ضف الباين الرسمي طالبنا بالسفر المنتخب الوطني الى المدينة القسنطينية التي تستضيف مباراة النقبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الريباد وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخب الوطني وده مالا اللي كنشوفوه من بعد من سحبة السودان من سحبة الكاميرون مع الجزائر غير تقبل بهات الشرط ديال المغرب حيتاش إلام شغل المغرب نساحب من تشان عرف بأنه ما غادش يتلهب كأس افريقيا للمحليين وده با لقجع ضرب بيد من حديد على جزائر وده با معلين انطلاقا غير رد من عند جزائر والقبول بالشرط وإلا راكم عارفين شني غادي يوقع وده با إلى سريط الفيديو تقابونا فلاشين وتنوا فيديو اللي ماجي ونعرفو شني غادي يوقع والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر